منذ بدء تفشي فيروس كورونا في إسرائيل وما رفقه من أزمات حادة في مجالات مختلفة كانت إدارة الأزمة الصحية ومعالجتها مختلفتين عن غيرها من الأزمات التي تواجهها إسرائيل بسبب الكورونا حيث أوكلت وفي خطوة لفتة واستثنائية إلى المساد مهمة تأمين معدات وأجهزة طبية برغم الفضيحة التي أعلن عنها في إسرائيل عندما سارعت وزارة الصحة إلى الإعلان أن المائة ألف جهاز لفحص الكورونا التي تباهى المساد بإحضارها من دولة قيل أنها خليجية غير صالحة للاستخدام في إسرائيل ولتأمين مهمته عمل المساد على خطين الأول عبر تفعيل علاقاته السرية التي عمل على بنائها لسنوات مع دول لا علاقات دبلوماسية لإسرائيل معها واستغلالها وتوظيفها في سبيل إحضار ما ينقص إسرائيل من أجهزة وعتاد طبي وهنا يبرز بحسب معلقين دور علاقات المساد السرية التي نسجها مع دول الخليج على نحو خاص عندما كشف في إسرائيل عن إحضار المساد أجهزة فحص للكورونا تبين لاحقا أنها ليست ما ينقص إسرائيل تحديدا الخط الثاني عبر استخدام المساد طرقا ملتوية من بينها الرشوة والسرقة للحصول على أدوات وأجهزة تستخدم لمعالجة مرض الكورونا وإحضارها إلى إسرائيل بحسب ما كشف رئيس شعبة التكنولوجيا في المساد للقناة الثانية عشرة الذي قال أيضا أن المساد فعل اتصالاته الخاصة في الخارج للفوز في منافسات ووضع اليد تماما على عتاد وأجهزة طبية كانت مخصصة لأحد آخر تكليف المساد هذه المهمة يطرح برأي مراقبين علامات استفهام أبرزها لماذا يدير المساد هذا الأمر لا وزارة الأمن أو هيئة الطوارئ القومية؟ وهل هذا التكليف مرتبط بحقيقة أن رئيس المساد مقرب جدا من نتنياهو؟ وهل هناك من خطوط حمر لعمل المساد الظلامي في أنحاء العالم؟